السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً مسهلاً بكم في درس جديد من دور التعليم الفيو جي اس فريمارك في الدروس السابقة كنا نقوم بعمل لوبينج وطباعة لمصفوفة معينة كنا نقوم بطباعة جميع عناصر هذه المصفوفة وفي هذا الدرس نتعرف على طريقة فلترت وطباعة جزء فقط من هذه المصفوفة بناء على شروط معينة فبداية لدينا هذا التطبيق الفارغ وسأقوم بإضافة إذن لدينا هنا مجموعة من الرقام ضمن إذن مصفوفة باسم وسأقوم بإضافة مجموعة من الرقام المتسلسلة من الرقم واحد حتى الرقم تسعة إذن بهذا الشكل الآن ضمن سأقوم بعمل لوب على هذه المصفوفة إذن ضمن وسأقوم بإطباعة إذن وإذن وإذن بهذا الشكل وهنا إذن سأقوم بإطباعة إذن الآن في حال قمنا بفتح هذا التطبيق في المتصفح فسنحصل إذن على هذه النتيجة إذن تم طباعة كامل عناصر المصفوفة من الرقم واحد حتى الرقم تسعة ففي حال الآن أردنا طباعة فقط الأرقام الزوجية فسنقوم بإنشاء مصفوفة لدينا هنا عفوا فانكشن هنا إذن إذن نامبرز مثلا وسنقوم بإذن فانكشن وهنا سنقوم إذن بعمل إذن إذن لدينا هنا نامبرز دوت فلتر لنقوم بعمل إذن فلتر لمجموعة من من هذه العناصر وهنا سوف نقوم بكتابة إذن فونكشن وسيقوم الجابا سكريبت بمثال الرقم هنا لدينا وسنقوم بتطبيق شرط معين إذن هنا يجب أن يكون إذن لدينا نامبرز إذن مود الاثنان يساوي يساوي الصفر أي باقي القسم على اثنان يساوي الصفر حتى حتى إذن يتم إذن إعادة تروفة بالتالي المصفوفة الجديدة التي سيتم إرجاعها هنا هي المصفوفة التي تحتوي على الأرقام الزوجية فهنا في الأعلى سنقوم بكتابة إذن لدينا number in even numbers بهذا الشكل الآن في حال انتقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث إذن كما نلاحظ تم طباعة الأرقام الزوجية فقط وهنا كما نلاحظ هذه الدالة نقوم هنا باستعمال الأرقام من الممكن أن نقوم بإرسال هذه الأرقام كبرامتر لهذه الدالة فهنا تصبح طبعا numbers هي عبارة عن الأرقام الموجودة لدينا هنا وهنا إذن في الأعلى سنقوم إذن بإرسال هذه كما نلاحظ إذن حصلنا نفس النتيجة إذن لوجد تدينا أي مشكلة طبعا هنا نحن نقوم باستخدام method ومن الممكن أن نقوم باستخدام computer data لنقوم بالحصول على أفضل فهنا سأقوم إذن بتعريف إذن لدينا computed إذن لدينا هنا فاصلة إذن عبارة عن function وسنقوم إذن بعمل return هنا بهذا الشكل نفس الموجود لدينا في الأسفل ولكن سنستخدم إذن لدينا بشكل مباشر وهنا سأسميها إذن مثلا نعم مثلا بهذا الشكل حتى لا يحدث تعارض مع هذه الدالة فهنا في الأعلى سأقوم بكتابة إذن نعم ولا يوجد داعي لهذه الأقوص الآن في حال عدنا للمتصفح وضغطنا على زر التحديث نلاحظ أننا حصلنا على نفس النتيجة وفي حال انتقلنا إلى الinspect وإلى الview كما نلاحظ لدينا هنا في الكمبيوتر لدينا هذه الري وطبعا لا يتم تحديث هذه الري ولا يتم بالتالي طلب هذا الفنكشن إلا في حال تم إذن التعديل على المصفوف وبالتالي نكون قد حققنا نفس النتيجة ولكن مع أداء أفضل طبعا في هذا المثال نحن قمنا بعمل فلتر لمجموعة من الأرقام ودي مصفوفة تحتوي على مجموعة من الأرقام وفي حال كان لدينا مصفوفة أخرى تحتوي على مجموعة من الأبجكس طبعا ممكن أن نقوم بتطبيق نفس الطريقة بشكل سريع سأقوم بإنشاء مثال جديد إذن لدينا هنا يوزرز وإذن لدينا مجموعة من اليوزرز عبارة عن الري وكل يوزر طبعا هو عبارة عن object ولدينا إذن عبارة عن اسم ولدينا مثلا age عبارة عن عمر وهنا إذن عمر عشرة وهنا إذن لدينا عبارة عن يوزر آخر مثلا باسم أحمد والage هو 15 ومثلا 16 فنوة عبارة عن يوزر آخر باسم مثلا حسام على سبيل المثال الآن في الأعلى سأقوم بعمل لوب مشابهة لهذه اللوب وسأقوم بعمل إذن لدينا هنا يوزرز وهنا يوزرز سأسمي هذه يوزرز إذن بهذا الشكل الآن هنا سأقوم بطباعة إذن يوزر دوت نيم فاصلة إذن سأقوم بوضع فاصلة ثم يوزر دوت ايج بهذا الشكل الآن هنا سأضغط على زر التحديث إذن كما نلاحظ تم عرض هذا العرض هذه المصف فالآن في حال قمنا بوضع هنا عبارة عن فلتر لليوزرز مسلا فاصلة مسلا يوزرز آآ اندر ايج مسلا وعبارة لدينا عن فانكشن وفي هذا الفانكشن سنقوم بعمل بشكل مشابه هنا دوت فيوزرز دي نقوم بعمل إذن فلتر زين دوت فيلتر في حال كان إذن لنفرض أكبر من أو أصغر من أحد عشر أو اثنى عشر بهذا الشكل في حال كان العمر أصغر من اثنى عشر فسنعيد إذن آآ يوزر هو فهنا سنقضع هنا إذن بهذا الشكل تحديث لدينا مشكلة على ما يبدو في حال انتقلت لي الكونسول لا يوجد مشكلة آآ لدينا هنا عفوا هنا نمبر كان علي كتابة إذن يوزر بهذا الشكل وهنا يوزر إذن دوت في حال دعونا هنا وضغطنا على زر التحديث إذن يوجد لدينا مشكلة أخرى على ما يبدو سأعود لي الى الكود لدينا هنا لدينا هنا في الأعلى كان علي كتابة الأقواص طبعا لأن هذه عبارة عن تالة وليست كما في الأعلى الآن في حال ضغطنا على زر التحديث نلاحظ إذن أنه يعمل بشكل إذن ناجح ومن الممكن طبعا نقوم بتعديل هذا الرقم كما نريد في حال أردنا إضافة مثال آخر مثلا ممكن أن نقوم بإضافة للبحث عن مستخدم معين فمن الممكن أن نقوم بإضافة هنا إذن لدينا عبارة عن عبارة عن كلمة البحث إذن عبارة عن المصف فارغ وسأقوم هنا بتعريف إذن لدينا عبارة عن وهنا إذن في داش موديل يساوي إذن سيرتش بهذا الشكل هنا يمكن المستخدم أن يقوم بإذن إضافة هذا عفوا تعديل كلمة أو إضافة كلمة البحث الآن هنا في الأسفل سنقوم بإنشاء إذن سيرتش يوزرز مثلا بهذا الشكل الآن سنعود للأسفل لتعريف هذه الدالة إذن لدينا هنا عبارة عن سيرتش يوزرز وسنقوم بعمل لي ولكن هذه المرة بشرط مختلف فسنقوم هنا بكتابة إذن آآ يجب أن يكون لدينا إذن user.name.indexof بهذا الشكل وهنا سنقوم بوضع كلمة البحث طبعا هنا لا يمكن أن نكتب this لأن this ستعودنا إلى هنا ضمن هذا الفنكشن فيجب أن نقوم بتعريف هنا لدينا مثلا آآ يساوي this مثلا بهذا الشكل نتمكن من الوصول إليه وهنا سنقوم بكتابة إذن آآ dot search بهذا الشكل الآن لدينا لدينا هنا يجب علي أن نكتب إذن dot آآ عفوا يساوي يساوي عفوا لا يساوي إذن الناقص واحد إذن حتى تكون الكلمة البحث موجودة ضمن اسم هذا ال user طبعا ال index of هذه الكلمة يجب أن لا تكون إذن يساوي ال ناقص واحد الآن في حال انتقلنا لأنه متصفح وضغطنا على زر التحديث الآن لدينا كامل ال users في حال كتبنا إذن كما نلاحظ حرف A وموجود في في جميع الكلمات إذن كما نلاحظ لا يوجد لدينا أي مشكلة وتمكننا من من إنشاء إذن عبارة عن input للبحث وبهذا الشكل طبعا قد وصلنا نهاية هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديد الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته